جميلة بقى، يعني الست الجميلة نجمة يسرة وألف حمد الله على السلامة فمعنا البرومو نشوفه ونرجع بقى نتكلم عن ألف حمد الله على السلامة جميلة يسرة وكوميدي بتفاجئنا دايما يعني يسرة عملت حاجات فيها كوميدي كتير قبل كده بس إنها تاخد مسلسل وكله كوميدي ده كان جديد بس هي أدهه ودود طوال هو يسرة يعني بعد المسلسل كمان أحلام سعيدة سنة اللي فاتت باني التجربة بتاعت الكوميدي اللي هي اللايت كوميدي اللي هو موضوع اجتماعي وفيه ضحك يعني نابع من المواقف طبعا بعد لما عملت تفوق مستور الشبهات والحساب يجمع والحاجات الكتيرة اللي كان فيها النكد الكبير أو الأساسي أو يعني الدراما يعني لا أعتقد يسرة من الفنانين اللي اللي بيبعارف الجمهور عايز إيه وبيبقى شايف كمان الخريطة وشايف الاتجاهات فبيحاول يلاقي النفسه نمط يقدر إنه يشد بيه للجمهور اللي أنا قريته عن المسلسل بصراحة القصة تشد جدا إنه حد عايش في كندا بقالها سنين طويلة عندها ابن تولد في مصر قبل ما تسافر وبنت أو العكس يعني تولدت في كندا في وصية ما بتخليها ترجع مصر فإحنا هنشوف بقى إزاي التفاعل اللي جايين من طبعا دي طول الوقت قصة العائد دي من الخارج طبعا من القصص اللي بتبقى فيها الدراما وفيها مواقف لإنه بيبقى شايف المتغيرات بيقدر يرسط المتغيرات اللي حصلت المجتمع من الأول طبعا في المعاودة المواطن والحاجات دي كلها وتقدمت بأكتر من طريقة لكن إحنا هنا شايفين أولا كمان يسرى من الناس بقى اللي بتاعه بتعمل فريق عمل جماعي كويس لما نشوف اللي كان معاها طبعا في المسلسل السنة اللي فاتت شايماء سيف وغاد عادل ومي كساب شايفين منهم شايماء سيف دلوقت وشايفين محمد سروط وشايفين أدم شرقاوي طبعا من الناس اللي نجحت بشكل كبير قبل سراتين في مسلسل لعبة نيوتن فبرضو من الشباب اللي عندهم جمهور وعنده كارزمة الناس بتحب تفرج عليه بجانب طبعا يعني أكيد اللي احنا شوفنا ده يعني يعني الإعلان القصير أكيد في الإعلان الطويل بيبقى فيه تفاصيل أكتر فتشويق ده يعني طبعا تفيزر سريع يعني شايف الجمهور يسرى هيحب المسلسل والجمهور اللي بيحب الممثلين الشباب كمان هي طبعا وطبعا نقطة إيجابية جدا وتحسب الحقيقة للشركة المتحدة إنها طول الوقت بتطلع صفوف من الشباب عندهم إعداد جيد جدا بمدارس مختلفة وجديدة في التمثيل قدرة عالية جدا على التأثير فده يحصل المتحدة اكتشاف أجيال جديدة من المواهب بينتج من وضع الثقة في فريق الإخراج وفريق الإعداد النوعي وفريق الكتابة إنه يختار فعلا المواهب اللي لايق على الدور وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم طبعا ده موجود أكيد على طول يعني أصف آخر هو بيبقى قرار للإنتاج أو الشركة المتحدة قررت إن هي المسلسل ده علشان يأجب الناس محتاجة واحد دين ثلاثة لو أنا كمخرج أنا عارف ده ومسموح لي بيه وأقدر أنفزه أكيد محدش بيتأخر وده اللي بيخلي مهنة الكاستنج ديريكتور بقت يعني منتشرة وموجودة وبقوا معروفين بالإسم دي حاجة ما كناش نعرفها من كام سنة إن كل مسلسل بقى ليه كاستنج ديريكتور وده اللي بي كمان بيورينا ليه ما بقاش فيه تكرار لممثلين كتير إلا يعني أسايمي قولي إيه اللي قوي هي اللي بتكررة في المسلسلات لكن للأسف يعني أنا من حوالي خمس سنين كان فيه ممثل شاب موجود في ست مسلسلات ده كان ما كانش صح ويدر الممثل نفسه كان فكرة الموضة وفكرة الناس بتقلد بعض المخرج يقولك تراما ده منتشر أجيبه عندي لأ أنا بالعكس أنا أزعل لو لقيت الممثل موجود في ممثل شاب وفيه عندي ناس زيه طب أنا أخلي كل مسلسل يكتشف واحد ويقدم واحد ده تقسر على أداءه هو نفسه كممثل في تركيزه في دور واحد غير في تلاتة لكن الممثلين اللي عندهم خبرات واللي هم ليهم جاذبية زي محمود البزاوي زي مفؤات زي سماء أنا بكتش أقول قسامي على فكرة يعني دول بنقبل منهم ده لأنه بيبقى داخل يعمل دور معين هو قادر يعمل وعلى فكرة معظمهم عشان بس ما بتظلموا في الحتة دي بيبقى فيه تفاوت في مساحات الأدوار يعني هو بيبقى بطل في المسلسل لكن بقيت المسلسلات بيبقى ضيف شرف طالع بيكمل حاجة طالع بيحل مشكلة المسلسل الدرامية يعني مش كلهم بيبقى طلعين بنفس المساحات بلوف كده بمكتبا مقبولة يعني احتيار الممثل الصح في المكان الصح أعتقد ده دور الكاستنج دايركتر واللي بقى دوره النهاردة مهمة جدا هو ده الجواهيرجي اللي بعينه وبخبرته بيقدر أنه يعرف مين هيتوظف فين صح للممثل وللعمل نفسه للمنتج نفسه لطالع